اليم دي طبعا انتهت داعش في العراق وفي سوريا نعم فهاجر الدواعش غالبية مثلا راحت دول زي الفلبين ووسط اسيا وراحوا تركيا بعضهم ولو انه عدد قليل جاء الى سيناء وصل الى سيناء وسيناء حدود تواسعة ومن اكثر من مكان ممكن الدخول الى سيناء هؤلاء محملين بطريقة تانية دول نسى في مسجد اللي كان بيصال فيه الدكتور سعيد رمضان البوطي وقتل الراجل داخل المسجد اكبر علماء الشام وعالم كبير جدا عالم في العالم الاسلامي اللي هو وزنه دكتور سعيد رمضان البوطي كتب غير عادي وايضا نسفه كثيرا من مساجد الشيعة في العراق فدي فلسفتهم ودي اسلوبهم ومع العقيدة واحدة تكفير لكن ده اسلوب فالمجموعة اللي جاد ديت تكفير اللي يؤدي الى التفجير دي مجموعة محملة بقى بفكر انها توجه الى المساجد نفسها فدول وصلوا للسيناء وده تغيير فكري تغيير عملي في فكر المجموعة اللي في السيناء ودول عندهم جرأة على المساجد لانهم فعلوا ذلك في سوريا وفي العراق وقتلوا كثير من العلماء في كثير من المساجد وده يعني طبعا النقاط الجيش اصبح عنده تحصينات والشرطة عندها تحصينات فهو بحث في العام الماضي على مناطق الرخوة ولقى الكنائس الكنائس دلوقت بقى على حراسة وحراسة مشددة وكاميرات فما هي المناطق الرخوة لأهل المساجد فهولا العناصر لقمة التوحش لأي قيمة على فرسافة التوحش انت حضرتك قلت كلمة انهما بدأوا بقى يسلوكوا طريق الارهاب البعيد عن الدي اي انا تجربة عشتها وبقولها للناس كلها شكر مصطفى اما كان جماعة تكفر له هجرة وكنت انا بناقشهم وناس كتير راجعت على ايدي من جماعة تكفر له هجرة فكان اللي ما بيرجعش ببص له هكتمل اتنين يا ده في الغالب حيطرك تدين تماما وهيطرك الصلاة وده اللي حصل والله والله اغلب اللي نقشتهم من اتباع شكري وما راجعوش عن التكفير تركوا التدين تماما وكان في واحد تكفيري شرس طب ايه الفكرة في ديها يا زكري هي نفوس مريضة تكفيري شرس والطلبة اللي في كلية الهندسة في السابنانة تفتكروا كان فيه طاق واحد تكفيري بيروح على اكتبوا الجماعة الدينية يكتبوا الجماعة الكفرة او الجمعية الدينية قالوا له تعالى نقشته بتنمسيبوه يعني والله صادق صادق قالوا له تعالى ده خلاصة بالصلاة ويعني ماشي مع بناته وانتهى الموضوع هو ده نهاية البعد هو ده بعد عن ده الخروج الحرف يبدأ روايدة روايدة نسموه يمتهي الخوارج اللي قاتلوا سيدنا عثمان كلهم كانوا محملين بأحقاد عصبية وعلى الإسلام وعلى الدولة الإسلامية وأنها أنهت سلطانهم فدول بيبتعدوا عن الدين روايدة روايدة